أكدت اللجنة المالية النيابية أن تأخر مجلس النواف في إقرار موازنة 2021 لن يؤثر في مواعيد صرف الرواتب مبينة أن وزارة المالية ستقوم بالصرف وفق آلية تقسيم إجمال مبلغ الموازنة على 12 شهرا كما جرى في العام 2020 وقال عضو لجنة كمالكوجر أن وزير المالية أصدر تعليمات لدوائر الوزارة بصرف رواتب الموظفين والمتقاعدين لشهر كانون الثاني الجاري وفق هذا المبدأ